زملنا كريم بيفرس مراسل صباح الخير يا مصر عمل لقاءات خاصة جدا مع سائقي شحينات المساعدات الإنسانية المرسلة لأهلين في قطاع غزة والليهم كل التحية طبعا والتقدير ويعني زي ما بنتابع مع حضراتك وراتورهم ومرابطين هناك بقالهم يعني من أول من بداية هذه الأزمة الحقيقة يعني أكتر من شهرين مستعدين للدخول في أي لحظة قيا نتابع مع حضراتك وهذا اللقاء نرجع لطول تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين ما زلنا دائما نتابع استمرار توافد هذه الشاحنات المحملة بأنواع مختلفة من المساعدات الإغافية للأشقاء في فلسطين ولكن دائما ما كنا نسمع عن ما هي هذه المساعدات وأشكالها وهل هي بالقدر الكافي أم لا بالطبع هذه المساعدات التي تدخل إلى القطاع في غزة ليست كافية إلا عشرة بالمئة فقط من احتياج الأشقاء في فلسطين ولكن الآن سنلقي نظرة داخل هذه الشاحنات وسنقوم بحوار مع سائق هذه الشاحنات وإلى متى ينتظرون ولماذا في الأساس يفعلون هذا سنتحرك الآن إلى واحدة من الشاحنات المحملة ببعض المساعدات الإغافية سنعرف ما هي هذه المساعدات الآن إذا نظرنا داخل هذه الشاحنة سنرى ربما جزء من البطاطين أو الأغطية والمساعدات التي ممكن أن تساعد الأشقاء في فلسطين على مجابهة فصل الشتاء هذه ربما شاحنة فقط من مئات الشاحنات التي تصل للعريش ورفح بشكل عام ويستمرون في الجلوس في هذه الأماكن في الشارع سائقي السيارات لفترات طويلة جدا من أجل هذه اللحظة المناسبة للدخول للأشقاء في فلسطين والآن سنجري حديث مع أحد السائقين برحب بحددك الأولي فن مرحبا في أنت قل لي كده أنت بقى لك قد إيه هنا وإنت ليه واقف أصلا هنا إيه اللي خليك تستنى كل ده يا عم إحنا هلين في غزة نستنىهم سنين مش مش وقت ولا حية وده مش تعب ليهم بالنسبة ليهم هم مش تعب ده بس إحنا عايزين يعني إيه نخش على طول ما ينفحش أن هم محتاجين لحية دي هناك وإحنا واكفين هنا تبقى لك قد إيه هنا بقى لعشر تيام هنا عشر تيام وفي ناس بقالها عشرين يوم وفي ناس بقالها شهر هنا أقولوا أنت تيجي تاني هتيجي تاني هتيجي تاني على دماغنا من فوق شكرا لك جدا وشكرا لتعبكوا دايما معنا ودي نظرة كده عن واحدة بس من الشاحنات لكن الحقيقة أنه الشاحنات بس مش مقتصرة على البطاطين أو الأغطية أو غيرها من المساعدات الخاصة بمجابة فصل الشتاء لكن كمان الحقيقة في جزء كبير جدا من هذه الشاحنات هنبص عليها في موات غذائية فيها أدوية يمكن الشاحنات دي كمان اللي احنا بنتوجه لها دلوقتي فيها جزء كبير من المساعدات المستلزمات الطبية اللي هي في قطاع غذة في أمس الحاجة لها الحقيقة يعني يمكن نتكلم دايما عن أنه المستلزمات تم قصفها بقوة غشمة من الاحتلال بنتكلم على أنه المستلزمات دلوقتي خمسين في المية منها ويمكن أكتر خرج بالفعل عن الخدمة تماما عشان كده فيه مساعدات المستلزمات الطبية لها أولوية هنبص دلوقتي داخل يعني هذه الشاحنة هذه الشاحنة اللي جواها بعض من المستلزمات الطبية يعني أستاذ أرمية تعالى نبص داخل جوا الشاحنة من هنا هنلاقي هنا مثلا على سبيل المثال أدوية معينة مسكنات هنلاقي قطن هنلاقي سرنجات للإبر اللي بيتم استخدامها هنلاقي حاجاتها كمان آآ للأطفال بالإضافة كمان أنه يكون فيه آآ حاجات تانية آآ يعني مستلزمات طبية للمستشفيات بشكل عام ده عدد كبير جدا طبعا على مسافة الشاحنة فيه مليانة بآآ كل الكاراتين دي ويمكن أبرز حاجة زي ما احنا شايفين كده المسكنات أو السرنجات أو حتى القطن طبعا فيه أدوية أكيد آآ يعني موجودة لك بتبروح طبعا للآآ التلاجات وده نحتاجة في تلاجات. خلنا نتكلم برضو مع يعني باقي الرجال اللي كانوا آآ يعني متواجدين ومرابطين الحقيقة أمام الشاحنة في البداية قولي كده آآ اي الهدف من انتو بتعمله ده هل ده اعتبر مجرد شغل بس ولا ممكن تقول ان هي مشاركة بشكل أو باخر للقضايا الفلسطينية. لا هو دي مشاركة لإخواننا في فلسطين مفيش فيها اي موضوع في الشغل ولا اي حاجة. واحنا هنا كلنا كل الحافلات الموجودة بالبرضات ده كله كلنا بنساند اخواتنا في فلسطين. ده 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 شايف انه آآ برعات او مساعدات او حاجات اغافية آآ من الشعب مباشرة زي ما احنا بنسمع ولا هي مجرد بس شركات بتشاركوا خلاص. حضرك اولا انا مندوب. مندوب عن المتمرعين. تمام? احنا هنا حضرتك معايا تالث شاحنات في ادوية في دي بطاطين في مواد غزائية وبطاطين برضو. كل ده من الناس عادي من من الشارع المصري. كل دوت من الشعب مفيش جامعية ولا في اي حد متبرع بجنيه واحد من الكلام دوت. كل دوت تبرعات من الشعب نفسه. آآ كبطاطين او اي حاجة باستثمر يعني اي حد بيجي عايز يتبرع احنا بنقف معاو بنجمع بنوصل رسالته لها دي ما يوصل لغاية آآ المسؤولين والناس اللي هي عادة تستاهلها ان شاء الله. شكرا لك جدا. طيب حضرتك ممكن اعرف منك بقال حضرتك قد كده هنا بقالك كام يوم هنا. مستعدة تقعد قد ايه عشان خاطر تتنفذ اللي انت نفسك تعمله. دلوقتي حضرتك بقالنا اكتر من خمساشر يوم داخلينا على خمساشر يوم دلوقتي. ولو قعدنا اكتر من كده احنا ده حقهم علينا. يعني حق فلسطين علينا ان احنا نقعد اكتر من كده تاني. ولو في اكتر من كده هنديهم. شكرا لحضرتك جدا جدا. دي نظرة دايما او مثال صغير عن الشعب المصري قد ايه ممكن يضحي عشان خاطر الاشقاء الفلسطينيين. واش بس كده كمان عشان عارف انه مجرد فكرة التهجير ازا هتأثر على بلده ان هو لا يمكن في يوم الايام ان هو يفرط في اي رملة من تراب بلده. وفي نفس الوقت كمان مش هيسمح ابدا بالقضاء على الخضايا الفلسطينية. يعني برضو نسمع عراء بعض يعني الرجال اللي موجودين هنا. الشاحنة دي يعني اكيد برضو جواها مستلزمات اه ومختلفة. يعني ممكن تقول لي كده الشاحنة دي اه جواها ايه وبقى لك اديه هنا. الله يا فندم احنا بقى انه هنا داخلين في خمستاشر يوم. والشاحنة البرادة فيها لمواغذة اغزية وبطاطين ودقيق. وحاجات يعني حاجات غزائية وبطاطين مساعدات لاخوتنا. طب انت بقى لك بدقول لخمستاشر يوم قاعدة هو. ممكن اسألك انت عارف انه طبعا زمالك اللي بيخشه بيخشه لحد قطاع غزة. مش خايف لما تخش تتعرض لأي نوم عنوى العزية? والله يا فندم احنا دول اخواتنا ومفيش خوف. احنا اوة من اي حد. الحمد لله احنا اوة من اي حد. والاخوات لازم يكونوا مع بعض فوقت الشدة. فلسطين على دماغنا كلنا. شكرا لحضرتك جدا جدا جدا. ودي برضو نظرة عامة. يعني يمكن اهي الشاحنة تانية مليئة بزي ما شفنا. مواد غذائية بطاطين مستلزمات معيشية مختلفة للاشقاء في فلسطين. الشحنات ممتلئة مش زي دايما. يعني كون نسمع اشعاعات انه لا يا غماعة الشحنات فاضية بس. الشحنات مش موجودة. لا الشحنات ممتلئة. والناس مستعدة ان هي تقعد الحقيقة بايام وايام وايام عشان خاطر القضية الفلسطينية وعشان خاطر الوقوف مع الاشقاء في فلسطين. كريم بيبرس من مدينة العريش محافظة شمال سيناء التلفزيون المصري. طبعا احنا عارفين ان التصعيد ده بدأ يوم سبع اكتوبر بعدها بيومين ثلاثة بالكتير اوي بدأت بالفعل الشحنات بتتحرك من القاهرة. اصطفت فيه العريش لحين تجهيز هذه الشحنات وانطلقت لمعبر رفح استعدادا للدخول من قبل حتى ما يكون فيه كلام عن السماح بدخول هذه المساعدات. كل الناس اللي كانت وقفة هناك دي فيه ناس وقفة هناك بقالها شهرين سايبين بيوتهم وسايبين اهليهم وسايبين عيشاتهم وسايبين كل حاجة. واقعدين هناك مرابطين مستنيين ياخدوا دورهم عشان يدخلوا. طبعا كل التحية ليهم وكل التقدير المجهود الكبير اللي بزلوا بالمناسبة يعني الارقام بتقول ان اكتر من 80% من المساعدات اللي دخلت قطاع غزة هي من مصر. في الاساس من مصر. بمجهود مصري التكلفة مصرية كل حاجة. والاهم من ده كله ان في حالة وعي عند سائق هذه الشاحنات. بدأت ترجع مرة تانية فكرة احنا بنخدم اخواتنا. احنا بنساعد القضية الفلسطينية. صحيح يا شازلي. كان على قد الحقيقة انا سعيدة وفخورة بكلام السائقين المصريين. الحقيقة انا مش يعني مش مستغربة. ولا بالنسبة لي دي مفاجأة. بالعكس. احنا طول عمرنا اي حد يعني فكر او حد يقدر ان هو فعلا يساعد اهلنا في قطاع غزة وعلى فكرة بنفسه. مش مجرد لا بتبرعات ولا حتى بمجرد دعم. معناوي بجد. اللي هيقدر ان هو يروح ويساعد. محدش فينا هيتأخر. اللي بيشوف اللقاءات دي وبيتابعها ومخدود او متفاجئ. لا. هو ده المعدن المصري على فكرة. من ابسط حد لأي حد موجود في مصر. هو ده. هي دي روح المصرية وهو وهي دي النخوة اللي بتبقى عند المصرين. على فكرة ستات ورجالة واطفال. صحيح. هي دي النخوة اللي عندنا كلنا. مش مستغربين. وليهم كل التحية. وليهم كل التقدير. يعني كمان الظروف هناك. يعني حتى لو بتابعوا حضراتكم معنا دايما بيبقى معنا. يعني المباشر بيكون معنا كاميرا صباح الخير يا مصر بيكونوا مرسلين موجودين هناك. الظروف هناك مش اسهل حاجة ومش قلطف حاجة. الجو مش سهل ابدا. ان كان حتى الناس اللي كانت بتروح عشان تحاول ان هي تساعد في ترتيب الشاحنات. وان هي ترتب المساعدات اللي تبقى جوه الشاحنات. الظروف تبقى صعبة جدا. في وقت كانوا بيناموا جنب الشاحنات كمان. صحيح. في خيام. يعني في خيام. وفي الوقت اللي هو بالفعل الجو ابتدى يبقى برد فيه. الى حد كبير. الاجواء مش مستقرة. وما الى ذلك. فبجد يعني احنا بنشكرهم ومنحييهم وكل التحية والتقدير ليهم كمان. كل التحية والتقدير لمرسلين صباح الخير يا مصر اللي موجودين هناك معنا. إن كان من مطار العريش. من معبر رفح. كل الشكر والتقدير ليهم. برضو زميلنا كريم بيبرس قعد هناك بقيله كتير جدا. في يعني مرة تانية كلنا الحقيقة. اي مساعدة هنقدر نعملها. إن كان بس عشان حتى نساعد اشققنا في غزة او حتى لنقل ما يحدث هناك يا شازلي لحظة بلحظة. مش هنتأخر عنه. وده مش يعني. مش هنقول ان ده حاجة بنعملها يعني. تفضل مننا. لا ده واجب. وده حقهم علينا. كل واحد فينا طبعا بلي يقدر يعملوا. بيعملوا. يعني احنا شفنا من البداية الناس اللي راح تتبرات بالدم عشان نساعد اخواتنا في قطاع غزة. الناس اللي اتبرات بفلوس. الناس اللي اتبرات بمجهود. فكل واحد الحقيقي بيبزل اقصى ما عنده لمساعدة اخواتنا في قطاع غزة.